انا لا اؤمن بالصدف انا اؤمن بالتوقيت الالهي انا ولدت في عائلة مسلمة متدينة والله كان لديه خطة خطة رائعة انا كنت محبطة وفي اليوم الذي كنت سأنهي فيه حياتي يسوع اعلن نفسه لي واعطاني حياة جديدة واذا صليت معي اليوم واذا امنت معي الله سيعطيك حياة جديدة اليوم يسوع المسيح حقيقي هو يغير حياتك هو يغير مقصد حياتك ويغير امم وهذه الامم ستغير العالم يا اله الشعلة المتقدة والمطهرة ارسل النار نحن نعلم اننا هبة ثمنها الدم ارسل النار اليوم انظر من عليائك وشاهد هذا الحشد وارسل الروح القدس الموعود ارسل النار اليوم ارسل النار هذه العبارات كتبها ويليام بوث مؤسس جيش الخلاص هو كان خادما للرب هو وزوجته وذفعا ثمنا باهدا كان يذهب وزوجته وفريقه ويقفون امام بيوت الدعارة امام الحانات امام الملاهي الليلية امام العصابات لكي يكرزوا بالانجيل وكانوا يرشقون بالحجارة ويصابون بأذن يركلون ويبسك عليهم غير انهم كانوا يتابعون طريقهم تماما كما في كتاب اعمال الرسل كانوا يفرحون لانهم كانوا اختيروا ان يتألموا من اجل ملكوت الله كانوا يفرحون عندما يتلقون ركلات كانوا يفرحون عندما كانوا يسكتونهم ارضا ويجتمونهم ويضطهدونهم تماما كما قال بولوس اسر بالضعفات لقد قال اسر بالشتائم والاتهادات يسر بذلك لانه كان اختير ان يتعذب من اجل المسيح هل يمكننا ان نتغير وان نصلي اليوم لتتغير عقولنا اتعلمون ذات يوما كنت اصلي وقلت يا رب خذ ارادتي ودعم شئتك بدلا من ارادتي لست ادري ان كان ذلك ممكنا لانك قد منحتني حرية الارادة غير انني استخدم ارادة الحرة لاطلب منك ان تأخذ مني كامل ارادتي اود ان اكون مسلوبة الارادة مستسلمة تماما فاعجز عن القيام باي شيء اخر سواء اخدمك وان انتظر صوتك اترقب صوتك ليملي علي ماذا افعل كم سيكون مجيدا ان نعيش حياة مماثلة والناس في الازمنات الغابرة منذ مئات السنين كانوا يعيشون حياة مماثلة كاثرين بوث كانت احدى الكارزات كانت اهضم الكارزات في ذلك الوقت ولكنها دفعت الثمن كانوا متحدين الله يستطيع ان يفعل مع مجموعة ان الناس ليس مجموعة كبيرة ليس مئات او الاف لانكم اذا كنتم مع الله وكان الله معكم ويمارس سلطانه عليكم ويسكب ناره عليكم فستكونون مثل ابطال جيش داود اذا كرأتم عن ابطال جيش داود رجلا واحدا يحارب ثلاثمائة ورجلا واحدا يحارب الف شخص لان لديهم قوة الله في حياتهم ولكن هذا ما نفتكر اليه في حياتنا اليوم لهذا السبب نحن تعساء نحن دنيويون ونحن غاركون في الماديات نحن نحب المال نحن نحب اشياء في الحياة حتى اننا نجعل منها معبودتنا الخطيئة في امريكا اليوم هي الاشتهاء نعم لا تود فقط انما تطلب نريد ان نمتلك ما يمتلكه الاخرون الخطيئة في امريكا اشبه بمنطقة الراحة انما ليست منطقة الراحة انها الانا انها الارضاء الذاتي الشهوة والاباحية وحتى في الكنيسة تظهر الاحصائيات ان 70% من الذكور في المجموعات التابعة للكنائس مدمنوا مواد اباحية متى كانت اخر مرة سمعتم فيها واعظ يقوم بدعوة للتوبة عن الشهوة والمواد الاباحية متى سمعتم هذا متى كانت اخر مرة سمعتم فيها دعوة واعظ للتوبة عن الغرور في سفر اعمال الرسل الاسحاح الثاني ابتداء من الاية الاولى قال ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة وبغتة صار من السماء صوت كما من هبوب ريح عصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة اخرى كما اعطاهم الروح ان ينطقوا ولكنني اود التركيز على جزء واحد من هذا المقطع كان الجميع معا بنفس واحدة ينتظرون كان الجميع معا بنفس واحدة لم يكونوا يجمعون التبرعات لم يكونوا في حفل ما لم يكونوا يتسوقون بل كانوا بنفس واحدة ينتظرون ينتظرون ويؤمنون ويصلون وينتظرون ليس في قلوبهم سوى رغبة واحدة رغبة الله لا يريدون سوى شيء واحدة قدرة الله تعلمون قبل بضعة أعوام وفي خلال أحد برامج التلفزيونية تصل رجل من تركيا وعندما يتصل أحدهم في خلال البرنامج المباشر التقنيون يهمسون في أذني بواسطة جهاز صغير في أذني يقولون لي من المتصل ولماذا يتصل هذا الشخص ويحق لي أن أتلقى هذا الاتصال أو أرفض الرد عليه والعاملون في غرفة التحكم يعلمون أنني عندما أتلقى الاتصال أقول مرحبا وعندما أواصل التعليم يلغون الاتصال وما قالوه لي كان صرف انتباهي بالفعل عن تعليمي إذ قالوا لي إن رجلا مسلما يتصل بي ويطلب أن نصلي من أجل ابنته التي انتحرت وعندما قالوا لي ذلك لم أعرف كيف أتصرف أحدهم يتصل بك ويطلب منك الصلاة من أجل أحد أقاربه المتوفين ولكن بصفة أم والدة شعرت بألمي ذاك الرجل من دنيا أتحدث إليه وسألت رب إذا كان علي الرد على الاتصال أم لا وقال لي رب أن أرد ولم أكن أعرف عندما أخذت الاتصال ماذا أقول لذاك الرجل وعندما أخذت الاتصال بدأ يخبرني كيف عانى تجربة الطلاق وأن ابنته البالغة 13 عاما انتحرت هي انتحرت وكان حزينا جدا وكان مكتئبا للغاية وكنت أشعر بحزنه وبعذابه من صوته وقال لي أرجوك أن تصلي لراحة نفسها وليكون مثواها الجنة لأنني بعد أن سمعتك أصبح لدي بصيص من الأمل ولم أعرف بالفعل ماذا أقول له لكن الرب في تلك اللحظة بالذات كشف لي ماذا ينبغي أن أقوله كان علي أن أكلمه بصدق بقدر ما أردت أن أواسيه فقلت له إن إلهي هو إله الأحياء وليس الأموات لهذا السبب لا يمكنني أن أصلي من أجل ابنتك الميتة أنا آسفة ولكن يمكنني أن أقول لك إن رحمة الرب هي أسرع من رصاصة إن رحمة الرب هي أسرع من رصاصة ليس لدي أدنى شك بأن يسوع المسيح في لحظاتها الأخيرة كان يحاول التواصل مع ابنتك من خلال الروح القدس ولكن بوسعي أن أقول لك ما يلي أنت بائس الآن أنت بائس على هذه الأرض وسوف تكون بائسا بعد الموت في حال لم تقبل يسوع المسيح ربا ومخلصا لك اليوم ولكن إذا استقبلته إذا خضعت لرسالتي واستقبلت يسوع المسيح كربا ومخلصا لك فسوف يغير حياتك اليوم أعيدك بذلك هل تريد أن تفعل ذلك؟ قال الرجل نعم أود استقبال يسوع ودعوته لنصلي معا وصلينا ثم أنهى المخابرة وتابعت تلاوة رسالتي أنهينا البرنامج وكما في كل حلقة يكون فيها خلاص على الهواء مباشرة نحتفل تغمرنا السعادة لأن خلاصا تم غير أن شيئا ما في قلبي لم يكن مطمئنا بدأت أتساءل وقلت هل كان خلاصا حقيقيا؟ هل حقا فهما؟ هل حقا أدرك الأمر؟ لأن الخلاصة هو قوة روح القدس ليس بمقدورنا أن نخلص أين كان هل حقا فهما الأمر؟ ذلك الرجل المسكين الذي فقد ابنته؟ وهو يتألم ويتعذب في بؤسه هل فهم ذلك؟ وصليت طوال الأسبوع من أجل ذلك الرجل وفي الحلقة التالية المباشرة قالوا لي في أذني مجددا أن رجل نفسه هو الآن على الخط ولم أعرف ما علي فعله ورحت أتساءل نحن على الهواء إذا قال لي لقد خدعتني الأسبوع الماضي لم أفهم صليت صلاة علمتني إياها صرت مسيحيا لقد خدعتني لإعطانك المسيحية على الهواء لأن الناس عندما يكونون على الهواء يتفواهون بأمور شتى نحن نتعامل مع العالم الإسلامي ثم تكلم الرب إلي وقال دعيني أسألك من هو المتهم؟ هل أنت قلقة بشأن صورتك أم أن الأمر يتعلق بي أنا؟ إنه لأمر مدهش أن تستطيع التحدث وكل هذه الأمور تدور في رأسك كنت أتكلم وأتوب في الوقت نفسه الأمر كله يتعلق بك يا راب خذ الاتصال أخذت الاتصال قال الرجل هل تذكرين الأسبوع الماضي عندما صليت معك لإستقبل يسوع المسيح في قلبي؟ أجبته بالطبع أذكر ذلك كنت أصلي من أجلك طوال الأسبوع كنت أفكر فيك كيف حالك يا صديقي؟ قال الرجل أود فقط أن أخبرك وأود أن أخبر جميع الذين يسمعونني الآن أن يسوع المسيح حقيقي وأضاف لأنه كان من المحال أن يدخل قلبي فرح مماثل بعد مأساة كالتي عشتها يسوع المسيح حقيقي قال أنا مفعب بالفرح ولا يمكنني تفسير الأمر ثم قال أنا رجل فقير جدا لا أملك شيئا ولكنني ممتلئة امتلاء بالفرح والطمأنينة بأني لله أشعر بسلام فائق لدرجة أنني أود أن أعطي يسوع شيئا ما وأود أن أهب إحدى كليتي لأنقذ حياة أحدهم إذا كان هناك أحد إنني أعلن ذلك الآن يحتاج إلى كليتين فليتصل لأنني مستعد للتبرع بإحدى كليتي وأنا أطلق دعابة في الكنيسة في أمريكا لأن ناس يحسبون عندما يهبون عشورهم والكثير من الناس لا يفعلون حتى ذلك ويقولون لماذا علينا أن نفعل ذلك أنا أقترح لماذا علينا أن نقول عشرة في المئة لماذا تكون عشرين أو ثلاثين أو أربعين لابد من أن البعض منكم يقول أنت مجنونة ولكن لماذا لا عندما كنت مسلمة كنت أعطي سبعين في المئة لماذا نعطي الله أكثر وهذا الرجل لم يكن يملك شيئا غير أنه أراد التبرع بكليته وبعد مرور عدة أسابيع تصل شخص آخر قائلا أنا أيضا أريد التبرع بإحدى كليتي قلت ما هو برنامجي الخط الساخن للتبرع بالكلا ولكن المقصود هو عندما يكون الشخص فقير بالروح نتحدث عن ذلك في التطويبات أن نكون فقراء بالروح ويجد كل ثرواته كل ثرواته في الله يريد أن يهب كل شيء شيئا يكون أثمن ما لديه شيئا يكون مهما جدا بالنسبة إليه وهذه كانت حال ذلك الرجل لم يتوجب عليه إعطاء أي شيء مقابل الخلاص لأن الخلاص هو هدية مجانية وهو أخذ هذه الهدية المجانية ولكن عندما نتلقاها لابد من أن تملأنا بالكثير من الفرح والكثير من الحماسة والكثير من الحب حتى لنقول بدل أن نحسب آه هل ينبغي علي ذلك؟ هذا القدر أم فلس مقابل فلس؟ آه أود أن أعطي كل شيء ليسوع واعتقد أن تلك المجموعة من الناس عندما كانوا جالسين في ذلك الغرفة ذلك اليوم لم يكن أي شيء يهمهم فمخلصهم كان قد صلب ولكن تمت أمر واحد أرادوا فعله أرادوا أن يمنحوا كل وقتهم ليسوع أحيانا حتى أكثر من المال حتى أكثر من الكلية فإن وقتكم وسنواتكم وساعاتكم يمكن أن تكون أغلى وأثمن هدية تقدمونها إلى الرب أكثر من أي شيء آخر اليوم أود أن أتحداكم بشأن كم من الوقت أنتم تقدمون متى عشر اتنين وعشرين تقول وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص عندما تكونون متهدين عندما تكونون متركين وسيحدث ذلك عندما تقتربون من الرب ستكونون منبوذين أؤكد لكم ذلك حتى في الكنيسة إن عقول الأشخاص الجسديين تعجز عن إدراك أفعال الأشخاص الروحيين لهذا السبب كان يحن المعمدان أراهنكم أنه كان يبدو وكأنه مجنون كان يبدو للناس وكأنه رجل فقد عقله عندما كان في البرية كان بالقرب من نهر الأردن يقول للناس توبوا توبوا إن ملكوت الله قريب هو كان فعلا يبدو كالمجنون أتريدون أن تبدو مثله اليوم؟ أتريدون أن تبدو مختلفين؟ ليس من أجل أن تبدو مختلفين ولكن من أجل أن يتم تكريسكم هذا هو الثمن المطلوب متى 18 إلى 22 ورأى يسوع جموعا كثيرة حوله فأمر بالعبور إلى الشاطئ المقابل فدنى منه أحد معلمي الشريعة وقال له يا معلم أتبعك حيث تمضي اسمعوا ما قاله يسوع فقال له يسوع إن لثعالبي أو جرى ولطيور السماء أو كارن وأما ابن الإنسان فليس له ما يضع عليه رأسه وقال له آخر من التلاميذ يا رب إذن لي أن أمضي أولا فأدفن أبي فقال له يسوع اتبعني وداعي الموتى يدفنون موتاهم اسمعوا نريد أن نرى مجد الرب نريد أن نرى النهضة أريد أن أرى كافة العالم الإسلامي يخلص من أجل المسيح مزمور 2 الآية 8 تقول اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك اسألني اسألني قبل أي برنامج من برامجي أصلي يا رب كلمتك تقول أن نسألك وأنا أسألك أنت توصي أن نسألك وأنا أفعل ذلك اسألوا اطلبوا اقرعوا وأنا أسألك أسألك أن تعطيني تركيا كاميراث لي أسألك أفغانستان وأسألك أن أرث المملكة العربية السعودية أسألك أن أرث باكستان ومصر والمغرب واللبنان والليبيا وسوريا وإيران والعراق كاميراث لي أسألك يا رب وأنا مستعدة لدفع الثمن لأن هناك ثمنا ما رسلني أحدهم من تركيا وهو مسلم أصلي أنشأ موقعاً إلكترونياً مخصصاً لأشخاص يكرسون كل وقتهم وحياتهم ليلعنونني يوماً بعد يوم أتعلمون كم شخصاً اشترك في الموقع؟ مئتا ألف اشتركوا في الموقع ليلعنونني يومياً حسناً قلت فليباركهم الرب في البداية شعرت بالسوء عند سماعي أن مئتي ألف شخص اشتركوا في الموقع ليلعنونني يومياً فأنا لطالما كنت أسعى لإرضاء الناس كنت أريد أن أعجب الجميع تخيلوا مئتي ألف شخص يشتركون في الموقع ويكرهونكم ويلعنونكم كل يوم لكن الرب زودني بعزيمة فلاذية وقال لي ابتهجي لاشتراكي مئتي ألف شخص في المزمور 27 في الآية 3 قال داود إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن هذا النوع من الإيمان تخيلوا أنكم تفتحون الباب ومئتاء ألف شخص يواجهونكم بهدف قتلكم حتى عندها قال لا يخاف قلبي علينا أن نسير مع المسيح بهذه الذهنية فبدأت أبتهج وهل تعرفون ماذا حصل؟ تماماً كما جاء في رومية 28 ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله كل الأشياء من المئتي ألف شخص بدأ أشخاص بينهم يرسلونني كنت ألعانك وكنت يومياً أصلي وأطلب لك الضرر لك ولعائلتك وأطلب لكم السوء ثم تسألت من تلك المرأة؟ فهم لم يسمعوا بي وبسبب ذلك الموقع بدأوا يشاهدون برامجي وزادت نجاحاتنا وبدأ الناس يرسلونني أريد أن أعرف المزيد عن شهادتك أريد أن أعرف المزيد عن إيمانك أريد أن أعرف لماذا أصبحت مسيحية وغيرت دينك وكنت أقول لهم أنا لم أغير ديني لكنني تركت الدين وكاسبت علاقة بالله لا أريد أن أحوي لكم فالتحويل للأموال تحويل الأموال من الدولار الأمريكي إلى المارك الألماني لا أريد أن أحول أيا كان أريد أن أقدم إليكم علاقة مع يسوع المسيح وعندما يستقبلونها وعندما يرون ويختبرون قدرة تغيير في حياتهم سيرغبون في وهب كل شيء أولئك يريدون تقديم كل شيء مثل ذاك الرجل الذي أراد أن يهب كيليا وحاليا هو يعمل هو يعمل في خدمتي في تركيا تخيلوا إحدى النسوة كانت على وشك أن تنتحر وفي اليوم الذي قررت فيه الانتحار سلمت حياتها ليسوع لأنني كنت أتكلم عن اليوم الذي كنت سأقدم على الانتحار وكنت خطط للانتحار وكيف أن يسوع المسيح ظهر لي وذلك بدل حياتها إنها تخدم حاليا في تركيا في خدمتي ولا تريد أي مقابل نريد أن نباركها فهي لا تريد أي مقابل وحسب ما تقول أشعر أنني كاملة أملك كل شيء كنت في بلغاريا في الشارع وكنت أكرز في الهواء الطلق في الشوارع الواسخة في سوق السلع المستعملة وحضر 1500 شخص لم نقدم أي نقائق أو مشروب كوكاكولا أو رقائق البطاطا والناس كانوا جياعا أشخاص جياع وعطاش فالحرارة في أوجها أشعة الشمس مباشرة كنت أتعرق وأتعرق والمزجاع في يدي ومكبرات صوت لم يكنا مجديين هما أيضا وجاء أولئك الأشخاص لقد بدأت بحضوري ثلاثة أشخاص فقط كانوا أمامي وكنت أتحدث عن يسوع وما فعله في حياتي ثلاثة أشخاص أصبحوا 1500 شخص بعد نصف ساعة أشخاص فقراء لم يملكوا أي شيء ثم بدأوا يجلبون مرضاهم على الحصائر كما في الأزمنة الغابرة في أيام الكتاب المقدس فكانوا يجلبون المصابين بالأورام والأطفال أحضروا لي طفلا مصابا بورم بكبر رأسه وكان لديه رأسان مرتبطان بدأ كذلك ولم أكن أعرف ما علي فعله فأنا ترعرعت في كنيسة في أمريكا حيث المسائل الروحية باردة لم أكن أعرف وقال لي يسوع صلي باسمي وحسب ليس الوقت الآن لتمارس الصلاة الشفاعية بل صلي باسمي وهذا الورم زال تماما أمام عينيه رجل أحضروه على فراش الموت ميت تقريبا كان شديد الهزال لكن أعيدت إليه الحياة كانوا يتحلون بالإيمان وكانوا يرغبون في وهب كل شيء ليسوع أنا قدمت دعوة خلاصية للمسلمين ومئة في المئة استجابوا للدعوة لم يسبق لي أن رأيت ذلك في البلاد الغربية كانوا يتحلون بإيمان قوي بعد نصف ساعة من الكرازة حتى إذا قلت لهم فلنقصد البحر ونمشي على الماء سيرافقونني لأن إيمانهم كإيمان الأطفال ماذا حصل لنا؟ نحن نقرأ قصة داود وجوليات في مدارس الأحد وكأنها قصة خرافية ماذا حصل لنا هنا؟ هذا يحذن قلبي كما أنه يحذن قلب الآب بعد أربع أو خمس ساعات من الصلاة من أجل مئات الأشخاص شعرت بالإرهاق فاستحبونني إلى بيتي أحد القصاوسة لأرتاح وتبعتنا ثلاث نساء وقلنا لي نريدك أن تصلي من أجلنا لم أرغب في أن أصلي من أجل أي كان لم أكن أملك أي شيء كنت مرهقة وأتدور جوعا وقال الرب اغسل لهن أرجلهن وسألت الرب هل هذا أنت يا رب؟ أنا مرهقة وجائعة لم أكل طوال اليوم وأنا كنت أصوم وأصلي فقال لي اغسل لهن أرجلهن فقلت سأغسل أرجلكن زوجة القص قالت ستموتين هذا جنوني أما الرب فقال ادفع الثمن لن تموت ادفع الثمن فاستحبناهن إلى الغرفة حيث باشرت غسل رجلي إحداهن ورجلاها كانت متورمتين وكنت أغسلهما وأنا أصلي من أجلها زال الورم ومررت إليها رسالة من الرب غيرت حياتها وكانت تبكي ثم بدأت أغسل رجلي امرأة أخرى وكانت إحدى ركبتيها متورمة وكلما وضعت الماء على الورم غسلته كان الورم يزول أمام عيني كنا فقيرات كثيرا ويبدو عليهن الجوع عندما خرجنا من الغرفة كانت مائدة الطعام الكبيرة ممدودة مع الكثير من الطعام كانت شهية جدا وتتضمن اللحوم لا يمكنهن تناول اللحوم بشكل منتظم ربما مرة كل عام فقراء جدا لكن القصة حضر وليمة كبيرة لي وللأشخاص الذين ساعدونني فقلنا للنساء تفضلنا وكلنا وكأنهن لم يتناولنا الطعام منذ أيام من فضل كنا شاركنا الطعام فأجبنا لا يمكننا فنحن لسنا جائعات فقالت إحداهن لم أتناولي الطعام منذ ثلاثة أيام لكنني لا أشعر بالجوع فأنا قد شفيت لقد شعرت بقوة الروح القدس وأضافت أشعر بالتخمة لا أشعر بالجوع يقول البعض أتمنى لو أكون مكانها وأفقد بعد الوزن لكنهن لم يرغبن في الأكل وكنا جائعات أتعلمون عندما يدخل الرب حياتنا ويملأ كياننا ونحن نسلم ونستسلم بالكامل له لا نعود نجوع لأي شيء آخر لا نعود نجوع للأمور المادية لا نعود نجوع معظمكم اليوم يريد أن يملأ الفراغ الذي يغمر قلبه بأشياء لكن عندما نلجأ إلى الرب ونسلم أمرنا له سنشعر بالتخمة أهذا ما تشعرون به اليوم؟ هل الرب يناديكم لنهضة شخصية اليوم؟ هل أنتم متعطشون لأمور الله؟ هل أنتم متعطشون لحضوره؟ هل أنتم متعطشون لرؤية مجده في الكنيسة؟ هل أنتم متعطشون ليسوع المسيح؟ هل أنتم متعطشون حاليا؟ لأنكم إن كنتم متعطشون وتدركون كم أنتم فقراء وعطاش وجائعون وأنتم تقرون بذلك في الحال سيملأكم ترجمة نانسي قنقر